تحقيق التوحيد المحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو لأشهادة لا إله إلا الله هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر إذن لماذا لا ندعو للتوحيد؟ الذي لا تشك فيه واحد بالمئة هذا لا بد تدعو إليه فتوى لها كبار العلماء لكن تعلم الناس التوحيد تدعو الناس للتوحيد تحذر من الشرك هذا من أوجب الواجبات إذن أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لا بد يدعو للتوحيد